مشروع جديد لنقل الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا سيتم الإفصاح عنه في غضون أيام ففي الثاني من يناير المقبل يجتمع رؤساء وزراء كل من اليونان وقبرث وإسرائيل للتوقيع على اتفاقية إنشاء خط النبيب إيست ميد غير أن الاتفاق سيبقى رمزيا إلى حين موافقة إيطاليا التي لم تقره بعد المشروع من المتوقع الانتهاء من أعمال بنائه في 2025 ومن المفترض أن يصل طوله إلى ألفي كيلومتر بتكلفة قد تتجاوز سبعة مليارات دولار الخط سيخصص لنقل ما يقارب أحد عشر مليار متر مكعب من الغاز سنويا أي نحو عشرة بالمئة من حاجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي باستخدام خطي أنابيب الغاز اليونانية بوسايدن وآي جي بي الذين ينطلقان من حوض شرق المتوسط إلى اليونان وإيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا هذا المشروع يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لأهميته في تنوع موارد إمدادات الطاقة في أوروبا ودوره في تقليل اعتمادها على الغاز الروسي لكن أنقرى ترفضه وترى عدم إمكانية إنجازه دون موافقتها حيث يأتي الاتفاق بعد أسابيع من توقيع تركيا وليبيا اتفاقا جدليا للحدود البحرية في البحر المتوسط على إثره طردت اليونان سفير ليبيا في أثناء وتوالت ردود الفعل الأوروبية والدولية إزاء شرعية الاتفاق إيلين يوسف العربية